السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ووحدة الثانية هتتكلم عن تكنولوجيا الجبن انا بتكلم حضراتكم عن المحتوى في البداية او احنا هناخد ايه طول السنة ان شاء الله في الحلقات معنا هناخد كمان ايضا الوحدة التالتة هي عبارة عن المنتجات الدهنية والمنتجات الدهنية بتشمل سلاس منتجات القشطة والزبدة والسمنة بالاضافة الى الوحدة الرابعة وهي عبارة عن المثلجات اللبنية او الايس كريم او الجيلاتي اخر وحدة معنا هي عبارة عن المنتجات السانوية اللي هتطول معنا شوية الوحدة التانية اللي هي عبارة عن تكنولوجيا الجبن لو انا عايز اسقل نفسي اكتر في المادة العلمية عندي اكتر مصدر للتعلم او للوصول للمعلومة بداية من الكتاب المدرسي بالاضافة الى معلم او مدرس الفصل عند حضراتكم بالاضافة الى خلي بالك القنوات التعليمية اللي طبعا بوزل فيها مجهود عالي جدا نبدأ مع بعض في اولى الوحدات وهي عبارة عن وحدة انشاء معامل الالبان حضرتك خلصت الدبلوم دخلت كلية ان كان او مدخلتش كلية عايز تقيم مشروع الالبان لازم يكون عند حضراتكم خلفية شروط التي يجب توافرها عند انشاء معامل الالبان اكون عارف ازاي انا ارخص معامل الالبان اكون عارف متى تلغى رخصة معامل الالبان يكون عندي خلفية وعارف ايضا انواع المعادن المستخدمة داخل معامل الالبان وشروط المعادن المستخدمة داخل معامل الالبان اكون عارف ايضا وعندي خلفية عن خلي بالك المنظفات المستخدمة داخل معامل الالبان اكون عندي خلفية عن الامن الصناعي خلي بالك الذي يجب ان يستخدم داخل معامل الالبان طب نرجع كده للشروط الواجب مراعتها او توافرها عند انشاء معامل او مصانع الالبان رقم واحد توفير المواد الخام زي مين المواد الخام اللبن الملح المنفحة باقي المواد الخام عندي شاشة لازم يكون متوفرة عندي اجهزة ومعدات لازم يكون ايه متوفرة يبا رقم واحد عندي توفير المواد الخام اللي انا هاقيم عليها عملية التصنيع رقم اتنين اختيار الموقع المناسب المكان اللي انا هاقيم فيه المعمل او المصنع بتاعي لازم يتوسط منطقة تشتهر بانتاج اللبن عشان يسهل علي ان ابدأ اجمع كمية اللبن ابدأ اعمل لها عملية التصنيع ابدأ اطلعها لعملية البيع يكون المكان سهل الوصول اليه والخروج منه بالمنتجات بالاضافة الى المكان اللي انا هاقيم فيه المعمل او المصنع بتاعي ان يكون بعيد عن مصادر الروائح الكريهة يبا هرجعتنا رقم واحد توفير المواد الخامس للبن والمالح والمنفحة رقم اتنين اختيار الموقع المناسب بشرط اساسي ان يتوسط منطقة تشتهر بانتاج اللبن طب رقم ثلاثة توفير مصدر للمياه خلي بالك بشرط ان تكون المياه صالحة للاستهلاك الادمي لان المياه عندي انا استخدمها في اكتر من استخدام من ضمن استخدامات المياه استرجاع اللبن المجفف ممكن استرجاع فيها اللبن خلي بالك هستخدم المياه في عملية التعقيم هستخدم المياه في عملية الغالية هستخدم المياه في عملية الغسيلة يبا ذكرنا اول شرط من الشروط توفير المواد الخام طب انا مع بعض المواد الخام اللي هيتم تصنعها والمواد المساعدة المادة الخامة الاساسية هي عبارة عن مين؟ اللبن يبا لازم اكون موفر المادة الخامة اللي هي عبارة عن اللبن اللي انا هشتغلها اوفر معها الملح اوفر معها المنفحة اوفر معها الملون جميع الخامات المستخدمة تكون متوفرة رقم اتنين في الشروط اختيار الموقع المناسب ايه للمفروض اكون عارفه عن الموقع المناسب؟ ان يتوسط منطقة تشتهر بانتاج اللبن ليه؟ عشان أقدر أوصل اللبن السائل للمصنع وأطلع اللبن بعد تصنيعه كمنتج أطلعه وأعمله عمله عملية البيع أو التوزيع غير كده كمان أن الموقع اللي عندي بالإضافة أنه يسهد الوصول إليه يكون قريب خلي بالك من مصدر إنتاج اللبن أو يتوسط منطقة اشتهر بالإنتاج اللبن يكون بعيد عن مصادر الروائح الكريهة ليه؟ لو قلت لك علل لأن اللبن من أكثر المواد حساسية للتقاط الروائح من أكثر المواد حساسية للتقاط الروائح خلي بالك هو عبارة عن مين؟ اللبن وحضرتكم أخذتوها في سنة تانية في تغذية الحيوان بتظهر عندي لو الحيوان اتغذى على مواد حريفة أو ذاتها روائح زي الكرومب أو البصل بتنتقل الروائح من المنتج الغذائي أو من العليقة نفسها إلى المين؟ إلى اللبن يبقى أول شرط عندي في الشروط الواجب مراعاتها عند إنشاء مصانع ومعامل الألبان خلي بالك اختيار الموقع المناسب ده رقم واحد رقم اتنين توفير المواد الخام رقم ثلاثة توفير مصدر للمياه بشرط إن المياه تكون صالحة للاستهلاك الأدمي طب على افتراض المياه قطعت عندي النهاردة هيكون إيه الحل؟ يبقى المفروض أنا لما أقيم معمل أو مصنع الألبان أكون موفر خزانات مياه احتياطي تكفي على الأقل لمدة يوم يبقى تكلمنا عن كم شرط؟ ثلاثة الشرط الرابع اللي موجود عندي نرجع كده للشاشة ونشوف هو عبارة عن توفير مصدر للصرف الصحي الجيد توفير مصدر للصرف الصحي الجيد صرف الصحي اللي عندي لازم إن أنا أراعي خلي بالك إن حجم المخلفات اللي هتطلع عندي حجم المخلفات لو هو كبير وعالي لازم تكون عندي موسير الصرف تتناسب مع كمية المخلفات اللي هتصعد عندي برة أو اللي أنا هتطلعها برة أنا هأوصل الصرف خلي بالك الرئيسي بأوصله بصرف المعمل بتاعي يبقى أن تتناسب خلي بالك حجم المواسير اللي أنا هأصرف فيها المخلفات بتاعتي إيه المخلفات اللي عندي ممكن شرش ما أجراش له عملية التصنيع أو إن أنا مخدتش منه أو مرصبتش منه على الألبيومين والجلوبيولين ممكن مواد الغسيل مواد التعقيم دوكل لها عبارة عن مخلفات يجب أن تتناسب كمية المخلفات أو حجم مواسير الصرف مع كمية المخلفات إذن اتكلمنا عن كم شرط عليهم دولتي رقم واحد توفير المواد الخام رقم اثنين اختيار الموقع المناسب رقم ثلاثة توفير مصدر للمياه مع مراعاة توفير خزان مياه احتياطي رقم أربعة توفير الصرف الصحي الجيد طيب رقم خمسة اللي هنتكلم عنها توفير مصدر للطاقة والإنارة للطاقة والإنارة لزوم تشغيل الأجهزة والمعدات الكهربائية اللي عندي عندي داخل المعمل مجموعة من الأجهزة والمعدات اديني مثال عندي الفراس عندي حضان زبادي عندي تلاجات عندي ديف فرزرات يلزمني طاقة كهربائية عشان أبدأ أشغل الجهاز اللي عندي غير كده كمان لزوم الطاقة والإنارة عشان تبدأ تنور للمكان اللي أنا هأبدأ أعمل فيه عمليات تصنيع ممكن أنا أعمل عمليات تصنيع ليلا أو نهارا يبقى عندنا كم شرط الحد دلوقتي خلي بالك خدناهم خمسة رقم واحد اختيار أو توفير المواد الخاب اتنين اختيار الموقع المناسب رقم تلاتة توفير خلي بالك خلي مصدر للمياه رقم أربعة توفير مصدر للصرف الصحي الجيد رقم خمسة توفير مصدر للطاقة والإنارة نزوم إنارة المعمل بالإضافة إلى خلي بالك تشغيل الأجهزة والمعدات اللازمة لعملية التصنيع كنت نكمل عندي شرط أساسي وهو رقم ستة وهو عبارة عن تصميم المعمل ما معنى تصميم المعمل خلي بالك نرجع مع بعض كده ونكمل ونركز كويس جدا في تصميم المعمل تصميم المعمل بمعنى ايه لازم تعمل مراعاه خلي بالك وانت بتصمم المعمل بتاعك تبدأ ترتب حجرات المعمل عندك قسم في البداية اول المعمل لاستقبال كمية اللبن الموجودة عندي عندي قسم أو غرف لخلع الملابس عندي حمام عشان خاطر ابدأ العمال عندي يغيروا باللبس بتاعتهم عندي رصيف استلام اللبن احط التلاجات في ناحية خلي بالك عندي مكان للمجبس الجبنة عندي مكان للحضان عنده غرف تسوية اعمل عملية ترتيب للاجهزة والمعدات اللي عندي الموجودة داخل المعمل ده من حيث لايه الوضع العام لكن خلي بالك ارتفاع المعمل المفروض يجب ان لا يقل عن وركز ده كويس اربعة متر نفترض يا مصر انا خليت اقل من اربعة متر ازا لا تخضع للمواصفات القياسية ومنحاء الوحدة المحلية عندك ترفض اقامة المصنع لان الجدار عندك او ارتفاع المبنى عندك يقل عن اربعة متر خلي بالك ان الاربعة متر دول منهم اتنين متر خلي بالاشاني والاتنين متر التانيين من تدهينهم بالبلاستيك اللي هو يضغسل عشان ابدأ اغسله اثناء عملية التصنيع ممكن يبقى في عليه طراب ميباش فيه شقوق عشان ما يسكنش فيه لايه الحشرة يبقى في تصميم المعمل خلي بالك المطرع ايه خلي بالك ترتيب الحجرات ادي جزئية الجزئية التانية ارتفاع المبنى لايقل عن اربعة متر الاربعة متر منهم اتنين متر بالاشاني والبقى مدهوم بالبلاستيك غير كده كمان مراعاة انحضار الصرف يعني يكون البلاط عندك بايه بميل ميل خفيف عشان الصرف عندك يطلع على بره على طول طرع ايه تاني في تصميم المعمل لذلك انا وقفت عند كلمة او نقطة تصميم المعمل ان فيها كلام كتير خالص مطرع كمان تكون الانارة جيدة التهوية جيدة يوضع اسلاك على الابواب والشبابيك لمنع دخول الحشرات خلي بالك معايا كده اذا اتكلمنا عن كم شرط من الشروط التي يجب مراعتها عند انشاء بعامل الالبان اول شرط عندي توفير المواد الخام تاني شرط اه توفير الموقع ليه اختار الموقع المناسب تالت شرط توفير مصدر للمياه مع مراعاة توفير خزان مياه احتياطي خلي بالك رابع شرط توفير مصدر للطاقة والانارة وخلي بالك تاني نفترض الكهرباء قطعت يوم يبا لازم يكون عندي مولد كهرباء احتياطي علشان لو الكهرباء قطعت انا ابدأ اشغل المولد بتاعي وما اعطلش خمسة توفير مصدر للصرف الصحي الجيد والجزئية دي اتكلمت فيها مع حضراتكم والت يجب ان تتناسب حجم المواسير مع كمية المخلفات بمعنى كمية المخلفات كبيرة يبقى خل المصورة كبيرة اربعة بوصة ستة بوصة ليتكفي لخروج المخلفات داخل المعمل داخل الخط الرئيسي يعني تكون مرتبطة مع الخط الرئيسي للصرف العام بتاعها النقطة الستة في الشروط الواجهة مراعاة عندها شامعاة من الالبان هي عبارة عن تصميم المعمل اتكلمنا في تصميم المعمل من حيث ايه؟ من حيث ترتيب الحجرات من حيث توفر التهوية الجيدة الاضاءة الجيدة وضع اسلاك على الابواب والشبابيك من حيث ارتفاع المبنى لا يقل عن اربعة متر منهم اتنين متر من الارضية لارتفاع اتنين متر ده بيكون بالإيشاني باقي المسافة اللي بتاعتها الاربعة متر خلي بالك تكون مدهونة بالدهان اللي هو يقبل الغسيل ارضيات المعمل بتاعك المفروض تكون من بلاط مقاوم للمواد الكيميائية مستبلاط اسمه سور ناجو او المازايكو طيب الجزئية الاخيرة او نوت رقم سبعة في الشروط الواجب مراعتها عند انشاء معامل الالبان هي عبارة عن اختيار الاجهزة والمعدات ما معنى اختيار الاجهزة والمعدات الجهاز اللي انا هاختاره عشان احطه داخل المعمل عندي لازم يجب ان تتوافر به معامل الشروط ايه الشروط ان الجهاز طقته تتناسب مع كمية اللبان بمعنى لو انا رحت اشتري فراز اللي هو بيفرز اللبان او بيطلع الدهن الوحده القشطة وبيطلع اللبان الفرز لوحده المفروض اشتري الجهاز ده تكون قطع غياره متوفرة يكون سهل الفك والتركيب خلي بالك معايا يكون غير قابل لايه للصدق يكون سعره مناسب تتناسب طاقة الجهاز مع كمية اللبان المرات فرزها انا بديلك كجهاز الفرز كمثال ينطبق تلك المثال على الحضان على التلاجة على الديفريزر على الخضاد المعدني على جميع الاجهزة والمعدات اللي حضراتكم هتشتريها وتحطها داخل المعمل ايه بتاعك ده اسمه اختيار الاجهزة والمعدات وبمنطه التلخيص يجب ان تتناسب طاقة الجهاز مع كمية اللبان المراد تصنيعها اذا اول جزئية اتكلمت مع حضراتكم فيها هي عبارة عن الشروط الواجب مراعتها عند انشاء معامل الالبان كام شرط سبعة سهلين جدا رقم واحد هنعيدهم باختصار اختيار الموقع توفير المواد الخام اتنين اختيار الموقع المناسب تلاتة توفير مصدر للمياه وتكلمنا فيها وقولنا عليها انه يجب ان يكون صلاحة للاستلاك الادامي توفير مصدر رقم اربعة توفير مصدر للصرف الصحي الجيد توفير مصدر للطاقة والانارة رقم ستة تصميم المعمل رقم سبعة اختيار الاجهزة والمعدات دايما لما بنطلب في الامتحان طبعا بيكون الموضوع لو جالك السؤال اذكر يبقى هتذكرها بمنطقة الاقتصار زي انا ما قلتها لحضراتكم حاليا لما بنطلب شرح هنطلب شرح يعني تصميم المعمل يعني ايه تصميم المعمل عيدو تاني اراعي ترتيب الحجرات داخل تصميم المعمل خلي بالك ان الاجهزة ما تكونش في الطريق عندي في بعض الاجهزة زي الفراز مسلا فيه سيور ممكن تمسك في هدومي وانا معدي لازم اراعي دي الكهرباء تكون مظبوطة عشان ما تعمليش مشكلة عندي في تصميم المعمل اه ترتبت الحجرات عملت رصيف استلام اللبن عملت حجرات تسوية عملت حمام وورا خالص في الخلف خلي بالك اه تحت الريح يعني غير كده كمان انا رعية الارضيات رعية الميل بتاع الصرف رعية ارتفاع الجدار اربعة متر لا يقل عن اربعة متر رعية التهوية رعية الاضاءة معايا كده اذا في تصميم المعمل ده اللي ممكن يكون فيه الشرح بازية شوية في اختيار الاجهزة والمعدات زي ما وقت لحضراتكم يجب ان تتناسب طاقة الجهاز مع كمية اللبن المراد تصنيعها ايا كان الجهاز اللي عندي سواء ماكينة جيلاتي او فراز او خضاد خلي بالك او مكبس حتى الجبنة الجفة لان المكبس الجبنة الجفة اكتر من عين والكلام ده هتشوفوه اثناء عملية التصنيع نكمل مع بعض على الشاشة ونشوف يا ترى ايه هي الشروط او استكمال الشروط الواجب مراعتها عند ايشاء معامل الالبان او مصانع الالبان وده كان اخر شرط رقم سبعة اختار الاجهزة والمعدات خطوات ترخيص معامل ومصانع الالبان علشان ارخص معمل الالبان او مصنع الالبان ايه الخطوات المتبعة خلي بالك عشان ترخص معمل الالبان رقم واحد اسفك رفع الموقع على خريطة مساحية اتنين تقديم طلب لرئاسة الحي مرفق معه الخريطة المساحية موقعة من مهندس متخصص وموافق عليها من وزارتي الدفاع والصناعة رقم ثلاثة تقدير رسوم المعينة للموقع ثم تعرض الرسومات على الجهة الهندسية خلي بالك اللي هو مهندس الحي يبين عندي اتنين مهندسين حاليا مهندس خاري خالص هو اللي رسمني الرسمة بتاعة المصنع بتاعي او المعمل بتاعي المهندس التاني اللي هيتعرض عليه اللي هو شغال او الموجود داخل المجلس المحلي اللي نتابع عليه ثلاثة تقدير الرسوم المعينة للموقع ثم تعرض رسومات على الجهة الهندسية لو مهندس الحي اربعة المعينة للموقع بواسطة مفتش الصحة ومهندس الحي لو جه مفتش الصحة ولا المنتجات غير مطبقة خلي بالك ده من حق ان هو يحول لك النشاط او يفل لك النشاط خالد لو جه مهندس الحي ولا ان المعمل بتاعك او المصنع لا يتمتع بالمواصفات القياسية بيدي لك مهلة قدرها ستين يوم عشان تعدل الخلل اللي عندك ما عدلتوش من حق انه يغيغي لك رخصة معمال الالبان رقم خمسة بعد الموافقة من لجنة المحلات والمنسين بالحي تسدد رسوم التفتيش وتقديم الشهادات الصحية اي عامل هيشتغل داخل معمال الالبان خلي بالحضرتك لازم تعمله شهادة صحية انه يخلو من الامراض المعدية رقم ستة بعد الحصول على الرخصة لا يجوز تغيير النشاط الا بعد موافقة جهة الترخيص بمعنى انت طلعت الرخصة ان المعمل بتاعك ده هو معمل الالبان بيصنع جميع منتجات الالبان مجيش تغير النشاط وتعمله اي مصنع اخر تصنيع بطاطس او خلافه مثلا شبسي او خلافه من نفسك لازم ترجع لرئيس الحي اللي انت تابع ليه اللي هو المجلس المحلي او مجلس المدينة اذا خطوات الترخيص لازم يكون عند حضرتكم بها خلفية ازاي انا هرخص معمل الالبان او مصنع الالبان لان الكلام اللي بينطبق على المعمل بينطبق على مين على المصنع ده نفس الكلام يبقى بقوله رقم واحد انا بروح للمهندس اللي عندي اللي بره خالص قوله ارسم لي المعمل انا عندي المساحة بتاعتي وليكن خمستاشر في عشرين انا عايز اعمل هنا معمل الالبان يبدأ يرسم لي الرسمة على الخريطة او كروكي على الخريطة اخدوا الكروكي ده او الرسمة بتاعة المهندس اللي بره وابدأ اقدم طلب لرئيس الحي ان انا عايز اقيم معمل او مصنع الالبان في المكان الفلاني بتتعرض الرسومات على مهندس الحي ويبدأ ينزلك معينة ويقدر رسوم المعينة دي بعد كده في النهاية بعد الموافقة خالص ووافقة خلاص عليها وانت هتقوم المعمل او المصنع بتاعك يبدأ يطلع لك الرخصة بس بشرط ان العمال اللي هيشتغلوا عندك تكون مطلع لهم شهادات صحية ان هم يخالين من جمال امراض بالاضافة الى لا يجوز تغيير النشاط دون الرجوع لرئاسة الحي يعني انت مرخص مصنع البان مصنع جبن ما تجلبوش او تغيير النشاط بتاعك لمصنع اه مرباط مثلا افتراضا كده من حق رئيس الحي ومفتش الصحة خلي بالك انه هو يا غيه يا غيلي غيلك النشاط اذا كده لو انا غيرت النشاط دون الرجوع لرئاسة الحي ما هي الاجراءات المتبعة طب بالصيغة تانية متى تلغى رخصة معمل القلبان بالصيغة تالتة الحالات التي تلغى فيها رخصة معمل الالبان او مصنع الالبان طب نمس مع بعض كده على الشاشة ونشوف يا ترى ايه الحالات اللي هي تلغى فيها رخصة معمل الالبان او اسباب الغاء او ايقاف رخصة معمل الالبان رقم واحد عند تغيير النشاط دون الرجوع لرئاسة الحية رقم اتنين عند وجود خطر على الصحة الايه العامة لو انت صنعت منتجات هتضر بالصحة العامة رقم تلاتة عند طفح مياه المجاري معنى طفح مياه المجاري يبا انت ما عملتش الصرف كويس اللي هو مدفون في الارض وما فيش تناسب بين كمية المخلفات اللي هتطلع عندي وحاجم المواسير اللي بتطلع على المخلفات رقم اربعة عند تلوص مصدر مياه المعمل من حق انا كرئيس مجلس او كرئيس مجلس محل قرية او كرئيس مجلس مدينة خلاص ويعمل لك ايقاف للرخصة بتاعتك عند تصدع المبنى لو فيش شروخ ولا حاجة في المبنى انا من حق ان انا واقفلك للرخصة بتاعتك بدي الحالات التي تلغى فيها رخصة معمل الالبان نشوف الخامات والمعادن المستخدمة في صناعة اجهزة ومعدات معامل ومصانع الالبان المعادن اللي هتستخدم عندي لها شروط ما هي الشروط الواجب توافرها في المعادن المستخدمة داخل معامل الالبان رقم واحد اي معدن موجود عندي داخل معامل الالبان للشروط واحد زو صلابة جيدة صلب رقم اتنين خفيف الوزن تلاتة ان يكون رخيص السمن او سعره مناسب رقم اربعة ان يكون مقاوم للتآكل خمسة ان يكون سريع التوصيل او جيد التوصيل للحرارة رقم ستة ان لا يكون سام ولا يتفاعل مع المنتج اللبني اذا مجموعة من شروط المعادن نركز فيها كويس زو صلابة جيدة خفيف الوزن يكون رخيص السمن يكون مقاوم للتآكل يكون سريع التوصيل للحرارة ان لا يكون سام وان لا يتفاعل مع المنتج اللبني طب نذكر بعض المعادن المستخدمة داخل معامل الالبان اول معدن عندي هو الصلب غير قابل للصدق اسمه الستال ستيل طب هناخد في المعادن كلها ايه مميزات المعدن عيوب المعدن استخدامات المعدن مميزاته ايه عيوبه ايه بيستخدم في ايه الصلب غير قابل للصدق او مميزاته انه غير قابل للصدق اتنين او نمرا به قوي الاحتمال جيم موصل جيد للحرارة دال مقاوم للتآكل سهل التنظيف لا يؤثر على طعم اللبن ومنتجاته اذا مميزات الستال ستيل عالية جدا انت بنشوف عيوبه ارتفاع سمنه العيب التاني قد يتآكل بفعل محاليل الغسيل المركزة مثل الصودة الكوية بمعنى لو انت زودت تركيز استخدام الصودة الكوية ممكن يؤدي الى تآكل الستال ستيل طب اذا استخدامته ايه يستخدم في عمل الجدار الداخلي لأحواض التجبن عشان دي بتكون ملامسة مباشر لمين للبن يستخدم ايضا في عمل اطباق مخروط الفراز اللي هو بيستخدم في فرز اللبن يبا خلي بالك تاني كل معدن مطلوب من حضرتك في ايه مميزاته عيوبه استخداماته من ضمن استخدامات الستيل ستيل لانه معدن مهم جدا ولازم يكون متوفر في جميع المعامل ومعادش على فكرة المونيوم او كلام من ده بيستخدم داخل المعامل خالص تم تحولها حتى طبعا عندنا في المعامل داخل المدارس تم تطوير الاجهزة والمعدات بزوجة مية وتمانين درجة معنى كده ان فيه نقلة او فيه طفرة كبيرة جدا في التعليم الفني موجود عندنا جميع الكيمويات موجودة لاجراء الاختبارات موجودة عندنا جميع انواع الاجهزة والمعدات التي تتناسب مع سوق العمل الخاري يعني كل الاجهزة متوفرة داخل معظم المدارس عشان خطر ارتبط بسوق العمل عشان اطلع خريج مرتبط بسوق بسوق العمل تب نكمل كده شروط المعادن اذا وصلنا في النهاية ان استخدامات اللستيل يستخدم في عمل الجدار الداخلي لاحواض التجبن بالاضافة الى يستخدم في عمل الاطباق الخاصة بمخروط الفراز ليه الاجزاء الداخلية لانها ملامسة للبن واحنا ذكرنا من ضمن مميزاته انه لا يتفاعل مع مين مع اللبن او مكوناته ذكرنا ايضا انه جيد التوصيل للحرارة ذكرنا ايضا انه خفيف الوزن خلي بالك ذكرنا ايضا مقاوم للتآكل اذا ممجموعة من المميزات في عبين اتنين انه ممكن يكون غالي السعر شوية بالاضافة العيب التاني مش عيب فيه دعيف في طريقة الاستخدام لو انا زودت تركيز محاليل الغسيل او التنظيف زي الصودة الكوية زودتها عن النسبة المحددة اللي انا هاذكرها كمان شوية لو انا زودت التركيز ايه اللي بيحصل قد يؤدي الى التآكل يعني ممكن انت حدست عملية التآكل لو انا زودت التركيز اذا المعادن المستخدمة اول معدن اتكلمنا عنه هو عبارة عن الستال استيل اتكلمنا قبله على الشروط العامة لكل المعادن المستخدمة داخل معامل الالبان اتكلمنا قبل منها عن متى تلغى رخصة معامل الالبان اتكلمنا في البداية عن الشروط الواجب مراعتها او توافرها عند انشاء معامل او مصانع الالبان طب نشوف مع بعض كده المعدن التاني اللي قدامنا اللي هنتكلم عنه طب نتبص مع بعض كده على الشاشة ونشوف المعدن التاني هو عبار عن ايه خلي بالك الالامونيوم رخم اتنين الالامونيوم مميزاته لا يؤثر على اللبن ومنتجاته خفيف الوزن رخيص السمن عيوبه اقل تحمل من الاستالستيل يتأكل بفعل المنظفات القلوية يبا احنا اخدنا مميزات اخدنا عيوب اما الاستخدام يستخدم في صناعة اقصات اللبن وقوالب الجبن الضمياتي وعلى فكرة بدأ ينجنب خالص او نجنبه على جنب خالص الالامونيوم داخل معامل الالبان الحديد المجلف مميزاته اقوى تحملا ارخص ثمنا لكن عيوبه يتفاعل مع مكونات اللبن فور تعرضه للصدق اللي هو الحديد المجلف سقيل الوزن استخداماته يستخدم في صناعة الجدار الخارج لاحواض التجبن عشان ده مش ملامس للبن مباشر عندي من ضمن المستخدمات ايضا او المعادن الخشب شروط الخشب المستخدم خلي بالك داخل معامل الالبان يستخدم الاول في صناعة بعض معدات الالبان والاجهزة مثل الاطارات الخشبية مثل ختامة الزبدة مثل الكفوف الخشبية ده بستخدم مثلا التوابع الخشبية في الجبنة الجفة يعني بستخدم الخشب عندي من ضمن خلي بالك اللي احنا نعرفه عن الاخشاب ايضا ان لا يعطي طعما او رائحة للمنتج اللبني غير كده كمان ان يتحمل التعقيم بالماء الساخن ومحاليل التنظيف المختلفة دون تشقق من انواع الخشب المستخدمة عندي السنوبر البلوت الزين الجوز السويدي العزيزي كل دي انواع اخشاب بتستخدم طبعا كل نوع خشب بيستخدم عمل منه اه مجموعة من الاجهزة زي مثلا السنوبر والبلوت يستخدم في صناعة الخضادات الزين والجوز يستخدم في صناعة كفوف تشكيل الزبدة والعصارات اللي هي العصارة الخشب بتاعت الزبدة وقوالب التشكيل السويدي والعزيزي يستخدم في صناعة اطارات وكراسي ترشيح خسرة الجبن الضمياطي والقريش باقي المعادن هو عبارة عن البلاستيك شروط البلاستيك اللي يكون من مواد تكسب اللبن او منتجاته طعما ورائحة غير مرهوبة اللي يكون عرضة للتمزق وتصرب المنتج منه من ضمن مميزات البلاستيك انه يستخدم او تستخدم العبوة مرة واحدة فيقلل من فرص تلوس المنتج انه بيستخدمها مرة واحدة بس غير كده كمان من ضمن مميزاته انه خفيف الوزن لذلك يقلل من تكاليف التوزيع العيب الوحيد او اللعبين اللي موجودين داخل البلاستيك ارتفاع سمنه عدم قدرة المستهلك على ملاحظة تغيرات المنتج بداخله لان البلاستيك معتم اللون فما بعرفش اتابع المنتج جواه عندي اخر جزء ما استخدم عنده عبارة عن الكرتون يستخدم في عمل العبوات عشان خاطر ابدأ اجمع فيه كل العبوات البلاستيك او العبوات الزجاج او خلاف عندي من ضمن ايضا المعادن المستخدمة الزجاج مميزاته انه رخيص السمن ليس له اضرار صحية يمكن للمستهلك ملاحظة التغيرات التي قد تحدث للمنتج اللبني المعبأ بداخله لكن عيوبه ان نسبة الكسرة عالية كسرة الجهد المبزول لاستعادة الزجاج او غسيله وتنظيفه بيد فرصة لتلوث المنتج اللبني اذا لم تغسل وتعقم الزجاج جيدا يستخدم او استخدام الزجاج في عبارة عن ايه يستخدم في تعبئة اللبن المبسطر والمعقم وتعبئة الانافح خلي بالك اذا الجزئية اللي اتكلمنا عليها خلي بالك تاني بعدها اخذنا الشروط الواجب مراعتها عند انشاء معامل الالبان اخذنا خطوات ترخيص معامل الالبان اخذنا تاني متى تلغى رخصة معامل الالبان انا باتكلم لحضراتكم على الجزئيات اللي تم شرحها ان شاء الله وحد ما لاحقناش يبقى خلي بالك يمتكلم عن جزئيات ايه او عناصر رئيسية يبقى تكلمنا عن متى تلغى رخصة معامل الالبان اتكلمنا ايضا عن شروط المعادن المستخدمة داخل معامل الالبان اخذنا انواع المعادن المستخدمة داخل المعامل الالبان من ضمنها الليستيل المفروض يكون عند حضراتكم خالفية بالقاتي عيوب المعدن مميزات المعدن استخدامات المعدن خلنا بالاضافة الى ايه شروطه هم عبارة عن كم معادن عندنا هم سبعة طيب ايب انا اتكلمت عن المعادن هابدأ اتكلم عن جزئية جديدة هي عبارة عن الغسيل والتعقيم والمنظفات داخل معامل الالبان المفروض يكون عندها خلفية عن كل اجراء يحدث داخل معامل الالبان بما فيها النظافة التعقيم انواع المنظفات انواع مواد التعقيم اللي بالك المستخدمة عندي لان انا بتعامل مع مادة غزائية من اكثر المواد حساسية يكون عندي خلفية عن الشروط الصحية للمنتج الغزائي اللي عندي انا عارف الرقابة الصحية عارف السلامة والصحة المهنية اللي موجودة عندي المفروض اتبعها داخل معامل الالبان طيب نرجع مع بعض عمليات النظفة والمنظفات المستخدمة داخل معامل الالبان انا ليه باعمل عملية غسيل ما هو الغرض من عملية الغسيل الغرض من عملية الغسيل التخلص من بقايا اللبن المتحجر يبا انت بتغسل ليه عشان تتخلص من بقايا اللبن المتحجر غير كده كمان خلي بالك ضمان نظافة الاسطح او التخلص من الميكروبات الموجودة على أسطح العبوات أو على أسطح الأجهزة إذن ده الغرض من إجراء عملية الغسيل عملية الغسيل وعملية تنظيف نكمل الجزئية اللي بعديها ونروح مع بعض على الشاشة ونشوف إيه اللي مطلوب مننا عند تاني أولا عملية الغسيل لعملية الغسيل خلي بالك مصاحيق أو منظفات لك كسب دي كويس تسمى المنظفات ومنها منظفات حمضية ومنظفات قلوية عايزك تكون عارف المنظفات الحمضية تستخدم مع مين وبنسبة كام خلي بالك وتديني أمثلة للمنظفات الحمضية وأمثلة للمنظفات القلوية كمان مرة المنظفات أو مساحيق الغسيل مقسمة لنوعين منظفات حمضية ومنظفات قلوية المطلوب من حضراتكم تعرفوه تعرف المنظفات الحمضية زي مين ومين وبتستخدم بنسبة كام وبتستخدم في غسيل ايه بالزبط وكذلك المنظفات القلوية اديني لها أمثلة وبتستخدم في غسيل ايه أو بتستخدم مع مين وبنسبة كام وأيهما من المنظفات أقل ضررا على يد العامل شيء طبيعي هي المنظفات القلوية عند استخدامها بالنسب المقررة أو المحددة طيب نرجع للشاشة ونشوف اللي احنا قلناه أو تكلمنا عنه شكله ايه عند هنا منظفات حمضية قبل ما تكلم عن المنظف الحمضي أو المنظف القلوي توجد شروط عامة يجب أن تتوافر في المنظفات زي ما خدنا شروط يجب توافرها في المعادن عند شروط يجب توافرها في المنظفات المستخدمة داخل معامل أو مصانع الألبان رقم واحد تخلي بالك في شروط المنظفات أن تكون سريعة الزوبان في الماء المنظف اللي أستخدمه سواء كان منظف حمضي أو قلوي يجب أن يكون سريع الزوبان في الماء رقم اتنين في شروط المنظفات أن لا يسبب عسر الماء يعني ما يغيرش من طبيعة المية وأجي أحط المنظف ما لوش بيراغي ما هو رغي بها يزيل هيزيل الدهون أو هيزيل التلوث الموجود على أسطح العبوات أو أسطح الأجهزة اللي موجودة عندي يبا بتكلم تاني كمان مرة شروط المنظفات أن يكون سريع الزوبان في الماء أن لا يسبب عسر الماء خلي بالك أو تغير من طبيعته خلي غير كده كمان له قدرة على إزالة الدهون يقدر إيه يزيل الدهون أو يعمل لها عملية إيه تنظيف له القدرة على استحلاب الده وإزالة البروتين يعني قدرة في إجراء عملية التنظيف سواء كان المنظف حمضي أو قلوي بالإضافة إلى يسهل إزالته بالشطفة ما هي فيه منظفات صعب إزالتها بالشطف إذن من شروط المنظفات تكلمنا فيها تاني أن تكون سريعة الزوبان في الماء لا تسبب عسر الماء لها القدرة على إزالة الدهون لها القدرة أو استحلابها لها القدرة على إزالة البروتينات أو البقايا المتحجرة يسهل إزالتها بالشطفة يمكن بعد ما خلص عملية الغسير خالص المفروض يسهل إزالتها بالشطف لا تؤثر بقايا المنظفات على المنتج ما تتفعلش معه ما تأثرش عليه لا تؤثر المنظفات أو بقايا المنظفات على صحة الإنسان لها قدرة عالية على استحلاب الدهون وإزالتها من الأسطف لا تسبب تآكل المعادن أو الأدوات المستخدمة طب تعالى بقى نرجع للتأسيمة كده المنظفات الحمضية أنا اتفعت مع حضراتكم قلت لك اديني مثال للمنظف أي أن كان حمض أو القلوي بيستخدم مع مين وبنسبة كام المنظفات الحمضية مثل حمد الفوسفوريك والنيتريك والستريك تستخدم في إيه؟ تستخدم في تنظيف الأرضيات وجهاز البسترة بتركيز كام وركز في موضوع التركيز واحد من عشرة إلى اتنين من مية في المية كمان مرة المنظفات الحمضية اديني مثال حمض الفوسفوريك والستريك والنيتريك يا منظف يا حمضي أنت بتستخدم مع مين؟ لقد أنا بقى استخدم في غسيل الأرضيات وأجهزة البسترة بتركيز كام واحد من عشرة إلى اتنين من مية في المية ولحظ حاجة أوعد زود التركيز عن التركيز المذكور لو أنت زودت التركيز حيخسرك كتير خالص حيسبب تأكل الأجهزة والمعدات وهيعمل لك موالة كبيرة خالص إذن التزم بالمنظفات الحمضية ونسب استخدامها بنسبة كام؟ كلامك مظبوط واحد من عشرة إلى اتنين من مية في المية مع مين بيستخدم المنظف الحمضي؟ مع الأرضيات وأجهزة البسترة اللي هي عامة يستخدم المنظفات الحمضية مع الأجهزة كبيرة الحجمة استخدمها المنظف الحمضي وذكرت لحضراتكم مثال مصلحهم الفوسفوريك والستريك والنايتريك تب تعالوا كده مع بعض على المنظفات القلوية ونشوفها على الشاشة كده المنظفات القلوية زي السودة الكوية وكربونات أو الكربونات ومجموعة السيليكات سواء كانت ومجموعة أو كابريتات السوديو وأملح الفوسفات كما أنها أقل ضرراً على أيدي العامل لذلك تستخدم بنسبة 7 من 10 لـ 4 من 10 في المية وكذلك تستخدم فيه غسيد الأقصاط والمعدات الخشبية كيف نريحتنا كده مع بعض؟ سريعاً الديني مثال للمنظفات القلوية مجموعة السيليكات والكربونات والسودة الكوية كمان مرة تانية الديني مثال للمنظفات القلوية مجموعة السيليكات والكربونات والسودة الكوية تستخدم مع مين؟ مع الاجهزة صغيرة الحجم عندك الاقصاط عندك احواض التجبن عندك الاولب اللي هستخدم فيها التعبئة عندك قوالب تجيب نجافة جميع الاجهزة والمعدات صغيرة الحجم يمكن ان يستخدم معها منظفات قلوية بتركيز كام اربعة من عشرة لسبعة من عشرة اوعد زود تركيز المنظف لو انت زودت تركيز المنظف اثناء الغسيل هيؤدي الى التفاعل مع المعادن المستخدمة عندك هيؤدي الى التآكل وهيؤدي ايضا للضرر في عملية التصنيع هيبدأ يتفاعل مع اللبن هيبدأ يتفاعل مع المنتج هيصعب ازالته بالشطفة اذا انواع المنظفات كم نوع منظفات حمضية ومنظفات قلوية ذكرنا في المنظفات الحمضية ادينا مثال قلنا بيستخدم مع مين مع الاجهزة الكبيرة قلنا نسب بتاعته واحد من عشر اتنين من مية في المية اما المنظف القلوي يستخدم ادينا مثال ليه الصودة الكوية الكربونات السيليكات او مجموعة الكربونات مجموعة السيليكات بتستخدم مع مين مع الاجهزة صغيرة الحجم بتركيز كام بتركيز اربعة من عشرة الى سبعة من عشرة في المية دايما بيتخذ معنا الوقت بسرعة احنا كده وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا وقفنا عند المنظفات وانواع المنظفات هنستكمل الحلقة ان شاء الله او الحلقات في الحلقات القادمة باذن الله ارجو ان تكونوا قد استمتعتم واستفدتم معنا بهذه الحلقة اللي الحلقة الاولى في شرح مادة الالبان للصف الثالث الزراعي وكان معكم مهندس نشط الاصاص موجه مادة الالبان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته